احتمالان لا ثالثة لهما على حكومة قليم كردستان إما الدخول في انفاوضات مع الحكومة الاتحادية والاتفاق معها أو الاعتماد على مواردها في كلتا الحالتين عليها الرضوخ لمجموعة التزامات للخروج من الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها هذه الضغوط دفعت بالحكومة إلى العمل لتقديم مشروع للبرلمان يتضمن فرز أسماء غير المستحقين بقائمة المتقاعدين بعد إحالة عدد كبير من قيادات الأحزاب إلى التقاعد بصفة وزير مع القضاء على ظاهرة تعدد الرواتب لبعض موظفي القطع العام في مشروع القانون هذا ستتم معالجة مجموعة مشاكل منها إنشاء صندوق التقاعد وخلال عملية البيومتري لمعرفة عدد الموظفين ظهر لنا إن هناك من يستلم أكثر من راتب بشكل قانوني ويجب معالجة هذه الإشكالية أيضا في هذه الأثناء يستعد برلمان الأقليم لإرسال وفد إلى بغداد للتمهيد لجولات حوار بين الحكومتين الاتحادية والأقليم سنشكل وفد من برلمان أقليم كردستان لزيارة بغداد والتباحث مع المسؤولين والمقررين وحلحلة المشاكل العالقة وحين توصلنا إلى الحقائق سنعلنها على الملأ وسنضغط على الجهة المقصرة أينما كانت من جهتها قدمت كتلة الاتحاد الإسلامي في البرلمان مشروع يتضمن مجموعة إجراءات إصلاحية لزيادة واردات الحكومة والقدرة في الاعتماد على نفسها إذا تم تطبيق هذا المشروع أقله حسب تقديرنا يرجع لميزانية حكومة أقليم كردستان شهريا مبلغ يقدر ب635 مليون دولار شهريا بمجمع المشروع هذه التحديات المالية فرصة جيدة للحكومة لمراجعة نفسها والقيام بمجموعة إصلاحة قد تنقذها من موقفها الصعب هذا ما يراه المراقبون حكومة أقليم كردستان يبدو أنها الآن مضطرة أن تعمل هذه الإصلاحات يأما أن تخسر كل شيء أو على الأقل أن ترضى بخسارة قليلة جاء هذا الاجتماع والعام الحالي يشارف على الانتهاء وحكومة أقليم كردستان لم تدفع لغاية الآن رواتب موظفي القطاع العام لشهر أيلول وسط توقعات بمرورها بأزمة خانقة أخرى إن لم تصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية مع بداية العام القادم حميد زيباري الحرة أربيل حميد زيباري الحرة